السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعداد بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الرابعة من كتاب جنب دائما من صفحة 153 وجايب لي هنا لانج وجي اكسرسيز استدريبات على الجزء الخاص باللغويات أول سؤال بيلتشوز اختر ذاك ويكتأنصر الإجابة الصحيحة السؤال الرقم واحد بينما أنا منتظر أنا شفت صديقي أمير عندي بمعنى أثناء أو خلال أو بينما عندي هنا بيجي لي بعدها زمن ماضي مستمر الجملة الأولى عندي هنا بتكون ماضي مستمر والجملة التانية بتكون ماضي بسيط أبص على الجملة التانية جده قال إيها ماضي بسيط يجاب للتصريف التاني للفعل يبقى الجملة القودة ماضي مستمر والجملة التانية ماضي بسيط طالما إن الجملة اللي هي ماضي بسيط دي قطع الحدث الأول يعني أنا كنت منتظر الأوتوبيس ده الحدث الطويل قطعوا الحدث القصير إن أنا شفت صديقي أمير ومامته يبقى الحدث القصير بيبقى ماضي بسيط والحدث الطويل ماضي مستمر أنا عايزة هنا بعد ويل ماضي مستمر آي بياخد إيه أو بتاخد إيه تاخد آم ويتنج آي آم ويتنج ده مضارع مستمر ما يفعش آي ويتنج ده ماضي بسيط ويل ما بيجيش بعدها ماضي بسيط ولا وير ويتنج وير طبعا للجامعة لكن آي هنا بيجي معها واس يبقى وير ويتنج مستبع ده يبقى أنا كنت منتظر كنت منتظر يبقى ويل بتربط لي كده جملتين الجملة الأولى ماضي مستمر والجملة التانية ماضي بسيط طالما أنه حدث قصير ممكن لاتنين يجو ماضي مستمر أيوة لو الحدثين مستمرين ما فيش حدث قطع الحدث الآخر يبقى أنا عايزة ماضي مستمر مع آي بتاخد واس والفرب آم جي كنت منتظر رقم اتنين عايزة يقول بابايا وصل أثناء أو بينما أنا كنت بلعب أو بعزف على البيانو والجال بعدها ماضي مستمر آي ومعها واس والفعل مضاف له يبقى جال بعدها ماضي مستمر يبقى قبلها إيه عايزين قبلها ماضي بسيط عايزين الجملة اللي قبلها ماضي بسيط لأن ده حدث قصير قطع الحدث الطويل أنا بعزف على البيانو وبابا جاه هو ده الحدث القصير يبقى أنا عايزة التصريف التاني للفعل التصريف التاني ولا واس Arriving ده كده ماضي مستمر Arriving ده كده مضارع بسيط Arriving كده الفعل في المصدر يبقى My dad arrived بابايا وصل أنا كده جدت التصريف التاني للفعل عشان أجيب زمن ماضي بسيط رقم ثلاثة عايزة يقول أختي لم تكن نائمة مساء الأمس هي كانت بتقرأ كتاب طيب هي كانت بتقرأ كتاب عايزة أقول يبقى هي إيه بقى مساء الأمس لو قال لي yesterday بس كده ماضي بسيط لكن المحدد ده هل بوقت اللي هو المساء مساء الأمس يبقى زمن ماضي مستمر يبقى الماضي المستمر حاجة بتحصل في الماضي وفي وقت محدد من الماضي ما قالش yesterday وسيجت لا yesterday evening مساء الأمس طب أنا حددت الزمن بتاع ماضي مستمر أبصي بقى على الفاعل ألاقي my sister مفرد الفاعل عنده مفرد هياخد إيه في الماضي المستمر was sleeping ولا wasn't sleeping ولا slept سليبت كده ماضي بسيط didn't sleep ده ماضي بسيط بس يمنفي طب أنا عندي was sleeping ولا wasn't sleeping كانت نائمة ولا لم تكن نائمة هو بيقول لي هنا she was reading أبقى هي كانت بتقرأ كتاب ما يفحش أقول ده كانت نائمة هقول wasn't sleeping لم تكن إيه نائمة لأن كانت بتقرأ كتاب رقم أربع نقط we were looking around the museum وإحنا كده بنتجول بالنظر في المتحف we saw amazing signs إحنا شفنا تصميمات رائعة ومدهشة شفنا هناك تصميمات رائعة ومدهشة يبقى أنا هنا عايزة إيه عايزة الرابط اللي بيجي لي بعد منه ماضي مستمر الجملة الأولى والجملة التانية ماضي بسيط يعني أجيب للتصريف التاني للفعل أهم إيه بقى الرابط اللي بيجي لي بعد منه أول جملة ماضي مستمر والجملة التانية ماضي بسيط after يعني بعد before يعني قبل until يعني حتى والله why يعني بينما طبعا بينما أو أثناء أو خلال يبقى why اللي هي اللي بيجي لي بعدها أول جملة ماضي مستمر والجملة التانية اللي هي الحدث القصير ده اللي هو ماضي بسيط بعد كده عندنا السؤال رقم خمسة the children not at all the afternoon yesterday عايزي أقول الأطفال كانوا بيلعبوا طوال فترة الظاهرة بالأمس بالأمس بس ماضي بسيط لكن حدد لي وقت في الظاهرة اللي هو وقت الظاهرة بالأمس طالما عندي ما حدد لي وقت معين في الماضي عرفت خلاص أن الزمن ماضي مستمر أنا حددت الزمن ببص على الفاعل ألاقي the children جامع طيب الأطفال جامع هتاخد play الفاعل في المصدر playing verb ing ولا play دي كده ماضي بسيط الكلام ده لو جايب لي يسر طيب بس لو قال لي مثلا the children not at yesterday كنت هقول played لكن قال لي all after not وال فترة الظاهرة حدد لوقتي محدد في الماضي يبقى ماضي مستمر الأطفال جامع بتاخد where will verb ing where playing كانوا بيلعبوا بعد كده عندنا السؤال رقم 6 I was listening to music أنا كنت بستمع لي الموسيقى يستردي بالأمس نقط the phone rang أثناء ما التلفون rang أنا عايز الرابط اللي بيجي لي بعد منه ماضي بسيط هنا جايب لي رامنا اللي هي رانج ده التصرف الثاني الفاعل وبيجي لي قبل منه ماضي مستمر إيه الرابط اللي بعد منه ماضي بسيط وقبل منه ماضي مستمر when عندما while بينما as برضو بينما for يعني لي أو لأكل طبعا اللي هي when عندما أنا كنت بستمع للموسيقى يستردي بالأمس when the phone rang لما التلفون rang يبقى اللي بعضها ماضي بسيط وهي when عندما رقم سبع my parents were shopping when amir and I نقط what we wanted to see first عايز يقول my parents والدي were shopping كانوا بيتصوقوا when عندما amir and I لما أمير وأنا كنا بنكرر أو قررنا what we wanted to see first إيه اللي احنا حابين نشوفه أولا تعالوا نبصوا كده على الرابط هيني على وين جالي قبلها إيه جالي قبلها my parents جامع where والفرب أين نجيب بعدها جايب لي هنا قبلها ماضي مستمر بعدها إيه بعدها نعايز أماضي بسيط مع أي فاعل التصريف التاني الفاعل التصريف التاني where deciding ده كده ماضي مستمر was deciding برضو ماضي مستمر بس مع المفرد decide كده الفاعل في المصدر decided يبقى أنا عايزة التصريف التاني عايزة ماضي بسيط حط التصريف التاني للفاعل ومن الأفعال المنتظمة بينتهي بالإي والدي رقم ثمانية أثناء أو بيناماء زيها زي أثناء يعني ما أنا بذاكر دي الاختبار بتاع مادة الرياضيات صادق اتصل علي أس بيجي لبعدها ماضي مستمر والجملة التانية ماضي بسيط فوند اتصلة كده ماضي بسيط الجملة التانية كده ماضي بسيط يبقى الجملة الأولى ما عايزها ماضي مستمر أيها تاخد طبعا معي الجامع ولا أستطلت ده كده ماضي بسيط استطلس كده الفعل بيجي الإي والأس يبقى أثناء ما كنت بذاكر لاختبار الرياضيات بتاعي صادق التصلبية يعني بعد ماضي مستمر الآي بيجي معها وزول رقم تسعة ونقاط عايز يقول إحنا إيه للفيلم الساعة السابعة مساء أو الليلة الماضية لو قال لي لست نايت وقف بس يبقى أنا كده ماضي بسيط لكن الساعة السابعة حدد لوقتي محدد في الماضي عرفت إن الزمن ماضي مستمر عاني على الفاعل ألاقي الفاعل جامع في الماضي المستمر هتاخد الفاعل في المصدر ولا واتشن فرب اين جي ولا واتشت كده ماضي بسيط يلا وير وير واتشن طبعا لإن كده ماضي مستمر يبقى كنا بنشاهد الفيلم الساعة السابعة الليلة الماضية والسؤال رقم عشر أثناء أو خلال نقاطهم أثناء الذهاب للبيت قابلت صديقي تامر ويل بيجي اللي بعدها ماضي مستمر للجملة الأولى والجملة الثانية ماضي بسيط طبعا عنده ويل أصلا مفيش فاعل إذن أنا عايز الفاعل بتاعي ومضاف إليه يبقى ده كده ماضي مستمر ماضي مستمر ياخد واضي زي أنا أصلا ما عنده بنت في الماضي يبقى في المصدر أثناء الذهاب هم للبيت قابلت صديقي طاهر والسؤال بعد كده بالشكل الصحيح يجيب لي كده كلمة السؤال الأول بيقولي هنا مام الأم نقاط دينار بتطبخ أو بتطهو وجبة العشاء وأنا أو أثناء ما أنا بنضف الغرفة بتاعتي مامتي بتطبخ وأنا بنضف يبقى عندي هنا ربطت بين جملتين قبلها قبلها زمن ماضي مستمر مع الآي واز والفعل مضف الآي يبقى بعدها زمن ماضي مستمر طيب وقبلها قبلها برضو هنجيب ماضي مستمر ليه لإن عندي الحدثين مستمرين يعني مفيش حدث قطع الحدث الآخر مامتي بتطبخ وجبة العشاء بنضف الغرفة بتاعتي كل حدث مستمر بعيد عن الآخر مفيش حدث قطع الآخر زمن بتاعي ماضي مستمر هبص على الفعل هلاقي مام الأم مفرد هتاخد واز وبعد واز بجيب الفعل بتاعي اللي هو كوك وبضف إليه وأضيف إليه رغم يعني كنا بنضف السيرة طوال فترة الظهيرة طوال فترة الظهيرة ده لعم مضارع المستمر الماضي المستمر عندي هنا زمن الماضي المستمر ببص على الفاعل بابايا وأنا كأن بالزبط بقول معنى كده الفاعل عندي جمع هياخد واس ولا هياخد هياخد وير يبقى بابايا وأنا وير يعني كنا بعد كده الفاعل بتاعي اللي هو واش بضف له يبقى واشنج يبقى بابايا وأنا وير واشنج كنا بنخس الأول كار سيارتنا طوال فترة الظهيرة رقم ثلاثة ذكت واز نقط كويت لي ان ذا فلور القطة كانت نايمة كويت لي يعني بهدوء القطة كانت نايمة بهدوء انظف لور على الأرض أو على الأرضية أنا عندي هنا ذكات القطة مفرد جاب لي معها واز بعد واز الفعل بتاع مضاف إليه لازم بضيف له الآن لأن زمن ماضي مستمر بعد واز الفار الفعل بتاعي سليب واضف له كانت نائمة رقم أربعة أي نقط مي باك أون ذا فلور ويل اي واز هاي سيقول أنا وضعت الحقيبة بتاعتي على أثناء أو خلال ما أنا كنت بلتقط معنا يلتقط تعالوا كده نشوف رابط اللي عندي بمعنى بينما أو أثناء أو خلال أي وزو الفعل الزمن اللي بعده هنا ماضي مستمر يبقى قبلها ايه قبلها ماضي بسيط قبلها أو قبل ويل هيبقى زمن ماضي بسيط مع زمن البلد البسيط أنا الفعل بتاعه بجيبه أنا عندي بمعنى يضع هو ده من الأفعار السابتة يعني في الماضي برضو زي المدارة رقم 5 وط نقط عندي هنا السؤال الخامس وط نقط يودو أد 5 يسر دي هايزي يقول ماذا كنت تفعل الساعة الخامسة بالأمس كلمة يسر دي من الكلمات يدال على الماضي البسيط طالما جاب لي وقت محدد في الماضي الساعة خمسة حدد لي بالأمس الساعة خمسة يبقى عرفت الزمن بتاعي ماضي مستمر تكون سؤال في الماضي المستمر رقم واحد كلمة الاستفهام بعدها وضع على حسب الفاعل وبعد كده الفاعل مضاف للأين جي طب يو الفاعل جامع هنختار وضع ولا وير طبعا هنختار وير بعد كده الفاعل يو بعد كده الفاعل بتاع مضاف للأين جي وهو ماذا كنت تفعل رقم واحد كلمة الاستفهام اتنين ادي الفاعل المساعد وير رقم ثلاثة الفاعل رقم اربعة ادي الفاعل بتاعي في المصدر نيجي للسؤال رقم ستة بيقول هنا الطيور نقط هابلي بتغني بسعادة وين وين فور اوك لما ذهبنا للتمشياء احط هنا على وين الرابط بتاعي جاي اللي بعد منه ماضي بسيط ادي التصريف التاني للفاعل يبقى كده زمن الماضي البسيط قبل منه ايه قبل منه ماضي مستمر ماضي مستمر حددت الزمن عيني على الفاعل الاء الفاعل جامع الطيور هتاخد وصو ولا وير هتاخد وير عشان هي جامع يبقى وير طيب وبعد كده الفاعل اين جي كما هو جايبه اللي بكتبه تاني طالما بينكو بتغني يبقى هنا عندي الزمن ده ماضي مستمر قبل وين ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط الصفحة اللي بعد كده صفحة مية اربعة وخمسين بيتكمل لأسئلة الاختيرات رقم واحد هي نقط هي أثناء ما هو بيجري هو يعني سقط أرضا أو وقع وهو بيجري كده سقط أرضا أو وقع عنده بحط عيني عليها بيجيلي بعد منها زمن ايه بيجيلي الزمن اللي بعد منها زمن ماضي مستمر في زمن الماضي المستمر بوستعى الفاعل ألا الفاعل هي الفاعل مفرد هياخد ايه running verb ing ولا is running أو بياخد is running بس الكلام ده لو مضارع مستمر run ولا ماضي بسيط لا طبعا أنا عايزة ماضي مستمر was aware والفعل ing يبقى هي مفرد هناخد was والفعل ing يبقى was running while he was running أثناء ما كان بيجري هفل دون سقط أرضا رقم اتنين as i was reading the book أثناء ما هي هنا as زي while اللي اتنين بمعنى أثناء أو خلال بتربط لي جملتين نشوف كده as i was reading the book أثناء ما ايه عايزة يقول التلفون run يبقى عندي هنا الاس بتربط لي الأولى ماضي مستمر أنا عايزاها ماضي بسيط ماضي بسيط بيتكون من إيه مع أي فاعل بجيب أنا التصريف التاني للفعل يعني ring المصدر ring الفعل وبيه الاس ringing الفعل مضاف له i am g يبقى rang يعني run التلفون run يبقى الجملة الأولى ماضي مستمر والتانية ماضي بسيط الحدث القصير اللي بيقطع الحدث الطويل بيكون هو ماضي بسيط رقم 3 my mother was cooking مامتي كانت بتطبخ إيه my father came بابايا أتى يعني أثناء ماما كانت بتطبخ يعني هنا my mother was cooking مامتي كانت بتطبخ عندما بابايا أتى تعالوا كده نشوف أنا عايزة الرابط إيه اللي بيجي لي بعد منه زمن الماضي البسيط زمن الماضي المستمر اللي بيجي لي قبله ماضي مستمر وبعده ماضي بسيط اللي بعده ماضي بسيط وهو إيه وهو وين بمعنى while يعني بينما وإزايها which يعني أي الاختيار مابيني اثنين يبقى وين عندما بتربط لي مابينكم اللي بيجي مامتي كانت بتطبخ وين ما يفضر كيم لما بابايا كيم يعني أتى يبقى لي بعدها ماضي بسيط جايب لي هنا التصريف التاني للفعل رقم أربعة هذا التليفون رانج التليفون ران while تامر أثناء ما تامر كان بيعمل وقته المنزلي أبص على while الرابط اللي عندي أمام بيجي لي بعدها إيه؟ بيجي لي بعدها ماضي ماضي مستمر أنا عايزة ماضي مستمر was والفعل مضافة الامج يبقى هنا was doing كان بيعمل وقته المنزلي was doing his homework تامر كان بيعمل وقته المنزلي الرقم خمس سوائل I was watching the final world cup match أثناء ما أنا كنت المباراة النهائية لكأس العالم وأنا بشاهد المباراة النهائية كده لكأس العالم ممنوع أطأة كيك مامتي كان بتعمل كيك أنا بشاهد ومامتي بتعمل كيك الحدسين مفيش حدث قطع الحدس الآخر يبقىوي الجالة بعد منها ماضي مستمر والتانية ماضي بسيط لا طبعا التانية هتكون برضو ماضي مستمر ليه؟ يعني الحدسين مستمرين مفيش حدث قطع الحدث الآخر أنا بشاهد المباراة نهائية لكأس العالم ومامتي بتعمل طبعا عندي هنا بقى لما برضو ماضي مستمر عيني على الفاعل على الفاعل مفرد هياخد ميكس الفاعل وبه الـ E والـ S او ينتهي بالـ مضارع بسيط ميت كده ماضي بسيط مضارع مستمر بعد كده السؤال رقم 6 بيقول Y النقطة أثناء الذهاب للبارك الحديقة العامة أنا رأيت يعني حادث فضيع أو حادث مريع أنا عندي هنا لو ما جاليش بعدها فاعل بيجيب بعدها الفاعل بتاعي مضاف إليه الـ ING يبقى جونج ولا واس جونج كده ماضي مستمر ماضي مستمر أصلا ما عنديش فاعل وانت ماضي بسيط جوز الفاعل وبه الـ E والـ S يبقى أثناء الذهاب للحديقة العامة السؤال اللي بعد كده رقم 7 بيقول وي نقطة ذا فيلم أثناء أو خلال ما كنا بنشاهد الفاعل أول أنكل فيزيتد أص عم زرنا عند ويل جاي اللي بعدها ايه بسيط عايزة ماضي مستمر أعيني على الفاعل ألاقي الفاعل عندي جامع هياخد إيه الفاعل في المصدر ولا كده مضارع مستمر أنا عايزة ماضي مستمر بعد ويل ويل واتش ده مستقبل بسيط بويل ويل مصدر يبقى أنا عايزة زمن ماضي مستمر بعد ويل يبقى ويل ويل وير واتشينج ذا فيلم خلال أو أثناء ما كنا بنشاهد الفاعل مع مزرنا رقم 8 صار نقط ذا دور بيل رن أثناء ما صار كانت بتذاكر جارس الباب رن ويل جال بعدها ايه عايزة بعدها هنا زمن ماضي مستمر عيني على الفاعل ألاقي الفاعل مفرد الفاعل مفرد يبقى أول جملة ماضي مستمر تاني جملة ماضي بسيط جال له هنا التصريف التاني للفاعل التليفون ايه التليفون رن الفاعل المفرد وانا عايزة ماضي مستمر هيجي معاه الفاعل في المصدر استدد ماضي بسيط يبقى أثناء ما صارها كانت بتذاكر أو بتدرس جرس الباب يعني رن رقم 9 أثناء ما كريم وأنا كأنه بالضبط بقول ويبقى كده الفاعل عندي جمع أثناء ما أنا وكريم نقاط فوتوز كنا منلتقت الصور إحنا خسرنا أو فقدنا التليفون بتاعه عند أس عايزة بعدها إيه عايزة بعدها زمن ماضي مستمر عيني على الفاعل الفاعل جامع هياخد إيه ولا تكسي كده عند الفاعل به الأس ولا تكده ماضي بسيط طبعا مع الجامع وير والفرب أين جي يبقى أس كريم عن أي أثناء كريم وأنا كنا منلتقت صور فقدنا وضيعنا التليفون بتاعه رقم عشر ويل هي نقط أشارك أتاج دهم أثناء ما هو كان بيسبح أشارك سمكة كرش أتاج دهم هاجمته أتاج د يعني هاجمها بعد ويل أنا عندي هنا الزمن بيجي لماضي مستمر أبسع الفاعل الفاعل مفرد الفاعل مفرد هياخد إيه واز سوامنج ولا سوامنج كده فاعل في المصدر هنا سوامنج الفاعل في المصدر سوامنج فيرب أين جي سوامنج كده ماضي بسيطا عايزة ماضي مستمر يبقى معاهي مفرد هتاخد واز والفاعل مضاف له الأين جي يبقى أثناء ما هو كان بيسبح أشارك أتاج دهم سمجة إرش هاجمته نيجي بعد كده السؤال تصحيح الخضأ كملي الجمل بالشكل الصحيح بالكلمة بين الأقواص رقم واحد ماذا كنت تفعل عندما أنا اتصلت بيك وين جال قبلها إيه جال قبلها ماضي بسيط ماضي مستمر بس في صغط سؤال يعني سؤال في الماضي المستمر رقم واحد كلمات الاستفهام بعد كده الفاعل المساعد لأن الفاعل يو بعد كده الفاعل أين جي يبقى قبلها جاب لي هنا إيه ماضي مستمر بعدها أنا عايزة ماضي بسيط ماضي بسيط مع أي فاعل للتصريف التاني للفاعل فون يعني يتصل من الأفعال المنتظمة بينتهي بالإيه إذن أنا هضيف فقط حرف إيه يبقى فوند وين آيفوند لما أنا اتصلت بيك رقم اتنين وإحنا مشيين كده راحين للمتحف شفنا بعض من التماثيل اللي هي اللي هي يتجي التماثيل الضخمة تعالوا كده نشوفوا الرابط اللي عندي آز زيها زي ويل بيجي اللي بعدها ماضي مستمر عيني على الفاعل ألا الفاعل جامع الفاعل جامع هياخد وير وبعد كده الفاعل مضاف له إن جي يبقى وير والفاعل عندي ووك وبضف له الان جي يبقى ووكين وير ووكين رقم ثلاثة هبة كانت بتلعب عندما مامتها اتصلت بيها إيه الرابط اللي بيجي اللي بعد منه ماضي بسيط وقبل منه ماضي مستمر اللي بعده ماضي بسيط وهو وين يعني عندما رقم أربع وين أمير نقاط طول دورز عايز قولي يعني إحنا كنا نقاط طول دورز بنتجاول كده بالنظر في المتحف بنبص كده الحاجات اللي في المتحف وين عندما أمير نقاط طول دورز عندما أمير وجد بعض من الأبواب الطويلة تمام اللي عليها التصاميم طب عندي هنا وين بيجي بعدها ماضي بسيط مع أي فاعل عايز التصريف التاني للفاعل التصريف التاني من فايند وهو إيه وهو فاوند يعني وجد رقم خمسة أنا كنت بقرأ كتاب ويل أثناء وخلاء مامتي يبقى عندي هنا ويل جالي قبلها إيه جالي قبلها ماضي مستمر وبعدها بعدها ماضي مستمر طب ليه الحدثين في الماضي المستمر وجالي قبلها ماضي مستمر لإن الحدثين مستمرين نبقى مام ليه الأم بعد كده هتاخد إيه بعد كده الفاعل بتاعي اللي هو ومضاف له يبقى كوكين كنت بقرأ كتاب ويل مام واس كوكين أثناء مامتي كانت بتطبخ الحدثين مستمرين الحدثين ماضي مستمر رقم ستة ويل أي نقط أثناء ما أنا كنت بأكل أنا سمعت صوت بالخارج وأنا بأكل كده سمعت صوت بره بالخارج طب عند ويل بيجي لبعدها ماضي مستمر الآي بيجي معها بيجي معها الواس وبعد الواس بيجي الفاعل بتاعي مضاف إلي الانجي هذا الفاعل اللي هو ايت وبضيف له الانجي يبقى ايتن واس ايتن يعني كنت بأكل بعد كده بعد كده جايب لصفحة مية خمسة وخمسين تدريب كده على التحدث بيجي معها الواسس اتمل الحوار التالي وأول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وكمان ايه موضوع الحوار بيقول لي خالد بيتحدث خالد يتحدث الى ذا تيكت اوفسر ذا تيكت اوفسر اللي هو موظف حجز التذاكر يبقى بتكلم معه موظف حجز التذاكر الحوار بيدور ما بين خالد وموظف حجز التذاكر لازم بقرأ المحادسة على بعضها بالكامل وافهمها وترجمة هو انا بحلي لازم براعزة من المحادسة تيكت اوفسر موظف بيقول له جود مورني صباح الخير سيتي ميوزيوم متحف المدينة هاو كان هيهل بيوز اقدر اساعدك خالد بيسألهم سؤال الموظف قاله بنفتح من تسعة ونص لستة ونص كل يوم لكن احنا بنقفل يوم الجمعة يبقى هيقول له ايه هي اوقات العمل لديكم ما الوقت يبقى يعني ما الوقت وبعد كده عندي الفعل في المصدر يبقى الفان المساعد عندي كده فوق في السؤال هيبقى دو وفي الايجابة بتطلع لي كده فوق في السؤال بتيبقى يو وبعد كده عايز الفعل في المصدر مع دو هيبقى يبقى هيقول هنا ايه تاني السؤال what time do you open ايه الوقت اللي انتم بتفتحوا فيه قال له على المواعيد وقال له بنقفل يوم الجمعة فخلت هنا بيسأله سؤال الموظف قال له التسكارة ب120 جنيه يبقى بيسأل على سعر التسكارة كم السعر يعني how much يبقى how much يعني كم السعر وبعد كده هتبقى هتبقى اشتري التسكارة من المتحف الموظف هنا رد عليه وقال له حاجة وقال له كمان تقدر تشتريها يعني عبر الانترنت يعني تقدر تشتريها من المتحف وتقدر تشتريها عبر الانترنت هايقول له يسأل طبعا هيقول له يسأل او يسأل وعمل كما كده وقايا هتحول الى وبعد كده كان هتنزل في الاسبات زي ما هي يسأل اشتري التسكارة اونلاين عبر الانترنت طبعا هيقول له لا نفس السعر يبقى لا وعمل كده كما بدل هتبقى وإز هتجي منفية عشان الاجابة بالنفي يبقى طبعا هنا خالد في الاخر هيقول له هيشكره لانه افاده ورد عليه وعرفه كل المعلومات اللي هو عايزها يبقى شكرا لك